عشان نعمل طاجن لسان العصفور باللحمة محتاجين لسان العصفور طبعا ولحمة مفرومة بصل مفروم وطماطم متأشرة ومتقطعة مكعبات يعني بدون القشر بتاعها صلصة طماطم عصير طماطم ملح وفلفل حبهان بودرة سكر جزد تيب قرفة زبدة او زيت او سمنة ومية سخنة علشان نعمل الطاجن ده حبدأ في اتنين واق علشان انا عايزة احمص نبدأ بسم الله عايزة احمص اللسان العصفور الاول قبل ما انزله علشان اغلفه بالمادة الدهنية اولا طعمه ولونه بيبقى احلى ثانيا علشان ما ينشيش معايا ويمسك في بعضه كده الطاجن فهنا انا مسخنة اتنين واق واحدة هنا كبيرة والتانية هنا اصغر شوية حطيت هنا معلقة زيت وهنا معلقة زيت حاخد لسان العصفور هنا عشان اشوهه وحاخد الناحية التانية ابدأ في اللحمة وبقية الطاجن هنا مع معلقة الزيت هحط البصل معه التوابل الملح والفلفل ودايما دايما بنبدأ بتدبيل البصل الاول انا كده بالنسبة لي اللحمة تمام ده الوقت بقى اللي نزل فيه الطماطم معلقة السكر طالما فيه طماطم او عصير او صلصة وده عشان نعادل حمودة الطماطم لان الناس كتير بتسأل ليه وقادي السلصة واخد بقى التقلبتين نحطه هنا حطينا لسان العصفور فوق الطاجن اللي احنا اصلا كنا ادينا له بقى العصير الطماطم نبتدي بقى نقلب كله يدخل مع بعض واذا حسينا ان احنا محتاجين شوية مية حنحط شوية مية بس على شرط انها تكون سخنة غير كده خلاص قدامنا حلم الاتنين زي ما قلتلكوا عايزين تكملوا التسوية على النار ماشي الحال عايزين تدخلوا الطاجن يكمل تسويته بعد اول غلوتين في الطاجن في الفرن اشتركوا في القناة